أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم رح نحكي له زي كل يوم أحد نحكي عن البيوت وعن تواجد الكواكب إيش تأثيراتها خلال هذا الأسبوع من إيجابيتها وسلبيتها وأكثر الأشياء اللي رح تأثر عليكم خلال هذا الأسبوع عسب المنازل والبيوت بشكل مختصر طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الأحد عشر واحد القمر ما زال موجود بالقوس أو استقر بالقوس بشكل كامل رح يكون متواجد في منزلة عائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة ثلاثة وأربعة وخمسين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها إلى منزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة يعني أغلب النهار رح يكون في النعائم بعدين في ساعات المساء بيكون في منزلة البلدة بما أن القمر استقر في برج القوس اليوم في عنا خلوم مسار بما أن استقار في القوس معناته جميع الأبراج بشعروا بابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والموامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عنا زاويتين زاوية بطيئة هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين زحل ورح تكون في تمام الساعة الثلاثة وسبعة عشر دقيقة صباحا بتسبب نوع من أنواع التعب أو القلق تخلي بعض الأشخاص يكونوا حذرين زيادة عن اللزوم أو عندهم نوع من أنواع الشكوك بميل الأشخاص للكآبة بتحد من الخيال وتجعل بعض الأشخاص شاردين الذهن متقلبين وبتعرض بعض الأشخاص اللي تعبنين صحيا للإرهاق وممكن يشعروا ببعض الضرر اللي بيجي على موضوع الصحة أو تقلب صحي أما من ناحية دولية فهي اليوم أو الفترة هاي بيتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة أو فساد في بعض مؤسسات الدولة أو المؤسسات المالية أو الأمن القومي أو الوطني طبعا بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين زي ما شفنا إحنا بالزاويتين دولة معناته كثير من الأشخاص رح يكون عندهم شك أو التباس في بعض المعلومات أو سوء ضن أو ممكن أنهم يكونوا حسسين الزيادة عن اللزوم فيتحسسوا من أي موقف فيكون لهم ردات فعل سلبية وفي بعض الأشخاص رح تتوهم بعض الأمراض أو بعض التعب أو يتوسسوا من أشياء معينة وفي أشخاص رح تكثر عندهم الأحلام أو الأوهام أو أضغاث الأحلام بمعنى آخر بعد هاي الزاوية الأخيرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار هذا رح يكون يعني تقريبا الساعة ستة وثمانية وعشرين دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد ورح يستمر حتى اليوم التالي أي إلى يوم الاثنين احد عشر واحد لتمام الساعة احد عشر وعشرين دقيقة ظهرا طبعا عند انتقال القمر من برج لآخر وما بيشكل أي زوايا مع أحد الكواكب خصوصا القمر تحديدا بيصير عندنا فترة اسمها أخلو مسار وهي فترة سلبية لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك جميع الأبراج دون استثناء طبعا بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال ستة وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة وحدة ووحد وارمعين دقيقة صباحا بيصبح سبعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة عشر في المية أما بالنسبة للمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم تسعة عشر واحد اليوم مزاجها سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في القوس حتى يوم احدى عشر واحد زي ما شفنا بشكل زوايا سلبية فهو منتحس بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الدلو حتى يوم ثلاثين واحد منتحس بنسبة أربعين في المية برضو الزاوية حكينا عنها الزهرة بالجدي حتى يوم واحد اثنين مزاجه سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم أربع 14-1 مزاجه منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة دينماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة طبعا القمر راح يخلي شوي خيالك اليوم جامح وبخلق لديكم بعض المخاوف الغير واقعية أما بالنسبة للشمس بما أنها في البيت العاشر وهي سعيدة فبتحققوا نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص ذو نفود ممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين أما بالنسبة للزهرة برضو في البيت العاشر بتعرف هاي الفترة عندك نوع من أنواع التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة للزواج من وسط راقي أو معرفة شخص يكون له منصب معين أما بالنسبة للمريخ فهي في البيت الثاني منتحسة طبعا بتعرف نزاعات مع رفاقك في العمل ومع رئيسك لأسباب مالية عليك تجنب التبذير أما بالنسبة لعطارد بمعنى منتحس بالفترة هاي فبتعرف علاقات الصداقة عندك بعض التوتر وممكن يكون فيه نوع من أنواع البلبلة أو سوء التفاهم مرج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط حاذر المواقف المتصلبة وما تكون قاسي خصوصا أثناء التعامل مع أحبائك وما تهمل واجباتك طبعا المريخ بما أنه في بيتك الأول فبتكون سيئ المزاج نافذ الصبر ممكن هذا الإشي يسبب لك نوع من أنواع النزاعات مع محيطك وعليه لازم أنك تتجنب الإفراط في العصبية أما بالنسبة للشمس فهي بتزيد ذكائك وطموحك وبتكون كريم متسامح ومتفائل وهي فترة مناسبة للسفر أو أخذ عطلة أما بالنسبة للزهرة فبيكون سلوكك جيد وبتحصل على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات القمر برضو نفس الشي بعطيك نوع من أنواع المخاوف الوهمية عليك تنجنب الإنغلاق على نفسك والاجتماع بالأصدقاء أو أصدقاء جيدين وتسلية نفسك من وقت لآخر أما بالنسبة لعطارد فطبعا بتميل للإهمال إهمال مشاريعك أو الواجبات اللي عليك وممكن تتعرض أو تعرض سمعتك الاجتماعية لبعض الشبهة أو ممكن يصير في بعض المقولات أو الاتهامات إليك في شيء بيتعلق في سمعتك عليك التحلي بالصبر وتكون حكيم في إدارة أمورك يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة اتجنب الغضب والإنفعال وما تدع أحد يستفزك احمي سمعتك وما تشوهها عليك خوض الامتحانات قبل الحصول على الجائزة تحامل على نفسك في هاي الفترة طبعا بالنسبة للمريخ بيزيد من عنفك وفضاتك في التعامل مع الآخرين أما بالنسبة لعطارد فعليك الحذر من الوعود فقل لما يتم الوفاء بها يستحسن تجنب السفر وتأجيله لوقت آخر أما بالنسبة للشمس فزيادة في الأرباح تعطيك عن طريق شراكة أو زواجة أو تاركة كما بتزيد من اهتمامك بالمواضيع الروحانية أما بالنسبة للزهرة بتستفيد من مكاسب عن طريق الزواج أو شراكة أو هبات أما بالنسبة للقمر فبتجد صعوبة في التواصل مع شركائك أو مع زوجتك أو زوجك وبتميل للعزلة وعدم الاكتراث أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون واضح في أولوياتك ولا تدع أحد إثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحتراما للمواعيد بالنسبة للقمر بما أنه في بيتك السادس فبتجد صعوبة في التعامل أو في العمل وبتشعر بالضيق وبتحس بأن الحظ ممكن أنه تخلى عنك أما بالنسبة للعطارد فبزيد من طيشك وعصبيتك وممكن تسمع خبر سيء تجنب التنقلات والأسفار أو إذا اضطريت تكون حذر أما بالنسبة للشمس فبترغب في القيام بدور اجتماعي مهم وبتحقق استقرار معني الفضل برجع لشراكة أو لزواج وهي فترة مناسبة لتحسين العلاقة الزوجية أو مع الشركاء بالنسبة للزهرة هي فترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقات مع الشركاء وهذا الوقت مناسب للزواج أو عقد شراكة بتكون منتجة أو تصفيت خلافات بشكل ودي المريخ بيحكي لك تجنب الدخول في جدال مع الأصدقاء برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بترتفع المعنويات كون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم خلال هذا اليوم وممكن تنعش العواطف عندك وممكن تشتد الروابط متاني وثقة بالنسبة للشمس طبعاً بتزيد حبك للعمل وبتبدو الجهد تكافأ عليه تحتاج لتجديد محيطك وهذه فترة مناسبة لأجراء تغيير على المستوى المهني أما بالنسبة للزهرة فبتعرف انسجام مع رفقاك في الوسط المهني وبتتمتع بصحة جيدة المريخ في البيت العاشر بتزيد عدوانيتك واندفاعك بالفترة هاي فبدك تدير بالك أما بالنسبة للقمر فهو في البيت الخامس بينتابك شعور بعدم الرضا وبتشعر بأنه الآخرين ما بيفهموك أما بالنسبة للعطارد فبتعرف خلافات ونزاعات مع شركائك أو مع زوجتك فبدك تكون حذر من ازدياد الحدية في التعامل برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ابتجدوا تعاون من أفراد العائلة ابتكثر الضغوط والمتاعب هاي فتر التوتر على صعيد شخصي أو عائلي حاذر من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للمريخ فبدك تتجنب التعامل مع الغرباء وكذلك بدك تحذر أثناء السفر أو التنقلات البعيدة أما بالنسبة للعطارد فبما أنه في البيت السادس فممكن يصير فيه نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع رفقاء العمل احذر الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل أما بالنسبة للشمس بتمنحك تقدير الجنس الآخر وبتحقق النجاح في بعض مشاريعك أو أرباحك عن طريق المعاملات العقارية وهذه فترة مناسبة للتسلية والترويح عن النفس أما بالنسبة للقمر فالجو العائلي بيكون مشحون والجو لا يطاق في المنزل أما بالنسبة للزهرة هذه فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية برج الميزان بتنشطوه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان بتعززو العلاقة مع أخ أو جار بناسبك تكثيف التحركات وبتعبر عن آراءك بحرية وجراءة أمي بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فترة إيجابية شيئا ما أما بالنسبة للقمر فطبعا تعرف نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع محيطك وبتكون متقلب ما بيرضيك أي شيء وبترغب في التهرب من الواقع والعمل والدراسة بتكون فيها نوع من أنواع الصعوبة أما بالنسبة للمريخ فهون بتميل للقيام بالمجازفات وممكن تتعرض لمشاكل في عملك أما بالنسبة للشمس فساعات دي على المستوى العائلي والعلاقات العائلية بتكون جيدة الحالة المادية بتكون ميسورة وهي برضو فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي بالنسبة لعطارد طبعا بما أنه في البيت الخامس بيجعلك متردد وممكن تسمع خبر غير سار من شخص قريب إلك أما بالنسبة للزهرة فالحياة في المنزل بتكون ممتعة وهي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة إذا كنت بتملك أملاك عقارية برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية بتخطط لمرحلة جديدة وبتحدد الأولويات والميزانية المالية ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار مصاريف منزلية طارئة ممكن يكون عندك هذا اليوم بالنسبة للشمس بيلعب محيطك العائلي دور مهم في تحسين وضعيتك وممكن تحصل على أرباح عن طريق الأسفار أو التأليف كما أنها بتزيد من قوة ملاحظتك وفضولك الفكري وبتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين أما بالنسبة للزهرة في بيتك الثالث بتكون مرح لين العريكة وبتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع هاي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الأقارب والأخوة أما بالنسبة للقمر فهو في بيتك الثاني بتعرف صعوبة في ميدان العمل وبترتكب بعض الأخطاء نتيجة التهور والنفقات اللي لا طائل منها أما بالنسبة لعطارد فبيعرف محيطك العائلي توتر بسبب سوء تفاهم وممكن تتعرض للإرهاق العصبي أما بالنسبة للمريخ بتعرف نزاعات في منزلك أو مع شقاء يعني أشقاءك أو ممكن يصير في بعض الخلاف ما بينك وبين أحد الشركاء برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية وبالطالع ممكن تطالع خبر وبيكون بمثابة إشارة لانطلاق جديد فترة ناشطة وحماسية بفضل وجود القمر في هذا المكان ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما صحيح أن القمر بعطيك إيجابية ولكن برضو ما تضخم الأمور وتعطي المسائل الصغيرة حجم أكبر مما تستحق وفقدانك للثقة بالنفس بجعلك مزاجي ومتقلب أما بالنسبة لأعطارد في البيت الثالث فهو منتحس فعشان هيك تسمع خبر سيء بجعلك متردد أو متحير أو بيدفعك لاتخاذ قرار متسرع أو إفشاء الأسرار كون حذر في كلامك أو في مراسلاتك أما بالنسبة للشمس فطبعا بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وممكن تحصل على ترقية أو وضعية سامية بمساعدة أشخاص ذو نفوذ كمان هاي بتزيد من ميلك للتبذير أما بالنسبة للزهرة فهي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي أو الحصول على وضعية مربحة أما بالنسبة للمريخ فممكن تتعرض لا أمرض تيجي على شكل التهابات أو جروح وبدك تنتبه من الحروق في ميدان العمل وخصوصا الستات اللي بتعمل في المطابخ برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم حاول أنك تستريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة وصعبة وفارغة خفف من وطيرة عملك وما تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكارك السوداء وهواجسك أما بالنسبة للشمس طبعا في البيت الأول فبتزيد من حيويتك وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي وبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية وطموحة وطبيعة عفيفة ولكن مشكلتك بتكون متسلط بتزيد من حاجتك لنيل تقدير الآخرين وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط أما بالنسبة للقمر فبتميل لتضخيم صعوباتك حاول أنك تكون أكثر واقعية وأنك تستعيد ثقتك وحبك للحياة أما بالنسبة للزهرة فهي بتزيد من رطفك ورقتك وقيمتك الاجتماعية وهي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية أما بالنسبة للعطارد فعلاقاتك متوترة مع رفاق العمل ممكن ترتكب بعض الأخطاء في آراءك وأحكامك تجنب توقيع الوثائق المهمة أما بالنسبة للمريخ فبيغلب على سلوكك نوع من أنواع العنف وبسوء تعاملك ولياقتك في علاقاتك العاطفية برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة لا تبقى وحيد بل سارع للمشاركة انت بحاجة للنصيحة لانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز لا تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق بالنسبة للشمس طبعا بما أنها في بيتك الثاني عشر فهي معني بتزيد من ميلك إلى الأمور الروحانية وروح التضحية والإثار لديك أما بالنسبة للعطارد فهي بتعرف بعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة انفعالك عليك تجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذلك التنقلات ممكن تسمع أخبار متناقضة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزهرة فهي بتميل لمساعدة الآخرين والتضحي والإثار أكثر أما بالنسبة للقمر فممكن تتعرض لخيبات أمل بسبب بعض الأصدقاء أما بالنسبة للمريخ بتعرف خلافات عائلية وبتصبح الحياة في المنزل غير محتملة برج الحوت يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه بيحافظ على إنجازاته القائمة بتغير على مصالحك ممكن تكون هاي الفترة أسوأ أو أنجح أيام الشهر تأثيرات القمر ثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهمش أنك ما تتذمر على مسامع أحد وحاول أنك تصبر بالنسبة لعطارد فممكن تتعرض لكلام بسيء لك أو إفشاء أسرار أهمش أنك ما تهتم لهذا الكلام بشكل مهم أو بشكل كبير أما بالنسبة للمريغ فبتزيد عدوانيتك مما قد يسبب لك خلافات وسوء التفاهم عليك تجنب التنقلات والأسفار أو الحذر أما بالنسبة للقمر فبما أنه في البيت العاشر بيت السمعة فهو بيسوي نوع من أنواع المشاكل على المستوى المهني بسبب ارتكاب بعض الأخطاء الشمس بتتمكن من تحقيق مشروع أو أمني بمساعدة أشخاص دون نفوذ وعلاقاتك جيدة مع الأصدقاء أما بالنسبة للزهرة فمشاريعك بتتحقق بمساعدة أصدقائك أو أشخاص دون نفوذ هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر